بجدة الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير او فقرتنا النهاردة على مستوى الاداء التحليلي لفريق فيتا كلاب ودايما بيسعدنا وبيشرفنا دايما وجود الدكتور احمد سابت هنتكلم على فيتا كلاب كشخصية فريق وننتكلمش عليه في مباراة بس المريخ لكن نتكلم عليه كاداء على المستوى الجماعي على المستوى الفردي كمان مهم جدا نتعرف من الدكتور احمد على شخصية المدرب تنعكس بشكل كبير جدا على اداء الفريق كل دوت من خلال ان شاء الله يكون فقرة ممعيزة معك دكتور احمد بنرحب بك في البيت الكبير اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بجمالين النادي الاهلي وبالتوفيق بإذن الله النادي الاهلي في المباراة الجاية بالتأكيد يعني مباراة تكون صعبة يعني طيب قبل ما نخش في الارقام والتحليل رؤيتك كده سريعا عن المباراة اللي جاية قد ايه المباراة دي مهمة للنادي الاهلي قد ايه اه كمان ان طموحات اكيد النادي الاهلي الوصول لصدارة المجموعة والوصول لدور التمانية شايفها ازاي في الاطار الفني يعني اجماليا قبل ما نخش طبعا في التحليل الفني والارقام بالتأكيد طبعا ايه المباراة اهمة جدا للنادي الاهلي من الله خلاف ان احنا عندنا تلات مباراة على ملعبنا لازم نكسبهم في المجموعة دي بزات دايما كمان في مباراة دور المجموعات احنا دايما بناخد بطولة افريقيا عشان تاخد بطولة افريقيا بتتخذ على مراحل اول حاجة المرحلة اللي هي قبل دور المجموعات بعد كده مرحلة دور المجموعات بعد كده المراحل اللي هي النك قود مرحلة دور المجموعات ده ما فيش كلاف ان انت لازم تكسب التلات مباراة اللي على ملعبك لازم يبقى فيه تسع نقاط بتحصل عليه صحيح وبعد كده بتحاول ان انت تكسب مباراة برى ملعبك عشان تبقى 12 وتسعد او تتعادل مثلا ايه في الثلاث مبارات او تتعادل مباراتين عشان تبعد خالص عن حزبة بيرما والكلام لكن لا خلاف ان انت طبعا المباراة اللي على ملعبك كمان صعوبة المباراة من النتائج اللي حصلت في الجولة التانية الجولة التانية فوز فيتا كلوب على المريخ اربعة واحد خلى فيتا عنده تلات نقط والنادي الاهلي تلات نقط وطبعا سيمبا عنده ستة فالنهارده المباراة دي طبعا مباراة صعبة جدا او مباراة تعتبر همة جدا جدا في مشوار النادي الاهلي نفتكر برضو مشوار السنة اللي فاتت كان نفس المشوار مش معنى برضو ان انت خسرت من سيمبا يعني ان الامور تبقى اه نفس الكلام ده حصل على فكرة النادي الاهلي دايما في دور المجموعات بيبقى كده بيبقى مشواره كده ودايما مشوار البطل بيبدأ بالتدريج مستوى بيزيد اثناء البطولة ده دايما النادي الاهلي يعني لكن دايما النادي الاهلي برضو على ملعبه ما عودنا ان هو بياخد التسع نقاط على ملعبه ان شاء الله زي ما اخدنا من المريخ ان شاء الله تلت نقاط ان شاء الله يوم السفت كمان طب خلينيه زي ما بتكلم نبدأ بتحليل ودايما انا بشوف ان شخصية المدرب بتنعكس على الاداء الفني للعيبة بشكل كبير جدا فابنجيه طبعا المدرب مدرب فيتا كلاب تعرفنا من خلال ارقام الارقامه الاجمالية من خلال شخصيته نقيم الاول فيتا كلاب من خلال المدير الفني يمكن ابنجيه قريب شوية من المسيماني مع سانداونز نفس فكرة المسيماني مع سانداونز اللي هو قاعد معهم فترة طويلة قوي المسيماني برضو كان قاعد فترة طويلة مع سانداونز في استقرار فني واستقرار اداري ان هما بيجيبوا مدرب ابنجيه نفس الكلام من 2012 ماسك فيتا كلوب عنده مشروع يعني نفس الفكرة بالزبط بتاعت موسيماني كان ماسك كمان منتخب الكونغو منتخب الكونغو كان ماسكهم من 2014 ل2019 في نفس الوقت مع فيتا فعنده خبرات أفريقية كبيرة جدا ان هو يمسك منتخب ونادي ودليل كمان ان في الكونغو الديمقراطية بيعتمدوا عليه وبيسكوا فيه جدا مدرب كويس جدا يمكن هو يعني لو استعرضنا أرقامه في البطولات الأفريقية مع فيتا قدامنا الأرقام هي لعب 53 مباراة في البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال أفريقية أو الكونفدرالية كسب 23 23 من كام من 53 يعني نسبة الفوز عنده 43 و4 من 10 يعني نسبة كويسة التعادل 16 مباراة خسر كام مباراة 14 مباراة بس من 53 طيب بالنسبة لمعدل الأهداف إحراز الأهداف 78 هدف 78 هدف ومعدل هدف ونص في المباراة الوحدة دليل انه عنده دايما فكر هجومي عنده شراسة هجومية الاستقبال الأهداف 50 ده دليل دايما انه برضو بيستقبل يعني تقريبا هدف في كل مباراة دليل انه عنده بمشاكل ناخد برضو نطلع من خلال الأرقام دي عسن السادة المشاهدين برضو يتابعوا معنا شخصية المدرب تنعكس على شخصية الفريق وبالتالي من الأرقام دا بيلعب كرة هجومية بيلعب كرة هجوم مدرب هجومي هو قريب جدا من فكر موسيماني ويمكن طريقته المفضلة كمان 4-1-4-1 حتى مع فيتا بقاله 4 أو 5 سنين هو بغيرها في السنة الأخيرة شوية 4-2-3-1 أحيانا ولكن طريقته المفضلة 4-1-4-1 فكره هجومي بيعتمد دايما على السرعات قدام والأجمات المرتدة وبييجي دايما على حساب الدفاع دايما في فكره كان طبعا مدرب محترم جدا وعنده استقرار وعارق ويمكن هو برضه هو قابل موسيماني قبل كده يعني لو معنا صورة اللي هم كانوا قابلوا بعده قبل كده في أبريل 2016 لما موسيماني كان بيدارب سانداونز ابنجي تفوق على موسيماني في مباراة وموسيماني تفوق عليه في مباراة يمكن فيتا فاز على سانداونز 1-0 في ملعبه وسانداونز كسب فيتا 2-1 في سانداونز فإذا فيه النتائج قريبة النتائج قريبة حتى برضه نتائجه قريبة مع النادي الاهلي هو قابل النادي الاهلي قبل كده كان معنا في دور المجموعات دي الصورة اللي بتتكلم عليه طبعا ده كانت في سنة الابريل 2016 هم تقابلوا مع بعض طبعا موسيماني لما كان موسيماني وابنجي مع برضه أرقامه قدام النادي الاهلي هو قابل النادي الاهلي مباراتين سنة 2018-2019 لما كنا برضه معهم في دور المجموعات على ملعبنا احنا كسبنا 2-0 في الكاهرة هنا وهم هناك كسبونا 1-0 إذن الأرقام بتقول أنه على ملعبه بيكسب كل المتشاط وبره ملعبه بيخسر فدي برضه معلومة أو رقم لازم نبص عليه بجانب الرقم الهجومي أنه عنده أهداف 1.5 في كل مباراة ده رقم كبير لكن على مستوى كمان الدفاع أنه دخل مرمى من 53 مباراة دخل 50 هدف وبالتالي دايما الطريقة بتاعته الهجومية وعنده صغرات دفاعية صحيح برضه أرقامه في الدورة السنة دي ماشي بشكل كويس يمكنه عندهم ماتش مؤجل لو كسبوه يتصدروا الدور الكنغولي يعني هو في الوقت في الصدراء مازمبي ب 36 نقطة فيتا الثاني ب 35 نقطة وليه ماتش مؤجل لو كسب هيتصدر هيتصدر بفرق النقطتين فإذن فيتا السنة دي ماشي بشكل كويس دايما مازمبي هو اللي بيبقى متصدر الدوري السنة دي فيتا ماشي بشكل كويس وخاصة كمان إن انت صعوبة المباراة دي النهاية لازم تكسب ليه لأن انت راح لهم على ملعبهم في ملعب الشهد في كينشاسة ملعب صعب ملعب من أصعب الملعب في أفريقيا ملعب فيه تكلوب على ملعبهم وبالتالي انت لازم بإذن الله إن شاء الله تحصل على السلس نقاط لازم يكون فيه تركيز ويكون فيه إن شاء الله يعني دي مباراة مش مستحملة وما بيقوله لا تقبل قسم على اثنين وبالتالي إن شاء الله يعني النادي الأهلي عارف دوت واللعيبة والجهاز الفني دي شخصية المدرب وتنعكس أكيد على شخصية الفريق بشكل كبير جدا لو رحنا لأرقام الفريق برضو مش الأرقام يمكن في مباراة المريخ بس لكن الأرقام على مستوى البطولة الأفريقية يعني برضو تستعرض أرقامه ونطلع من الأرقام دي ممكن نطلع إيه دي المعدل العام معنا الأرقام معدل العام لفريق فيتا في خلال دور المجموعات في المطشين أول مطشين في دور المجموعات هنقرى شوية الأرقام ونستنتج إيه اللي بيد مدلول الأرقام دي أول حاجة هم لعبوا مبارتين جابوا كم هدف في المبارتين أربع أهداف إذن عندهم كوة هجومية مسجلين هدفين في كل مباراة أهداف من دخل المنطقة تلاتة من برى المنطقة هدف إذن عندهم حلول اللعيب الارتكاز اللي أنا أتكلم عليه اللي هو مميز بالتزديدات من برى المنطقة نيجي لإيه الاستيبال الأهداف استقبلوا كم هدف هدفين ولا مرة شباك نظيفة حتى في الدور التمهيدي لعبوا مطشين ما خرجوش بشباك نظيفة آه يعني دوت برضا مشاكل دفاعي عندهم مشاكل في الناحية الدفاعية لكن عندهم كمان قوة هجومية إذن في الاربع مباريات في الدورة أبطال أفريقيا السنة دي الفيتا ما خرجوش ولا شباك نظيفة دي معلومة مهمة جدا إنهم عندهم مشاكل دفاعية تقدر إن انتر يستغلها إن شاء الله دي هنحللها في خلال الحلقة نيجي بعد كده لمعدل الاستحواز 56% يعني رقم كويس إنهم برضو بيعتمدوا على الاستحواز رقم كويس 56 بالزبط التمريرات الصحيحة بيعملوا 391 تمريرة صحة في الماتش ده برضو رقم بيأكد إنهم كورتهم على المستوى الهجومي حلوى بيعرفوا يمرروا بيعتمدوا على الاستحواز أكتر نسبة التمريرات الصحيحة 82% ده رقم كويس طبعا أهم رقمين من وجهة نظر اللي جايين دول دول بيبينوا عملية البلد أب إزاي بيبنوا بناء الهجمة عندهم التمريرات الطولية في الماتش الواحد في الماتش الواحد بيعملوا 12 تمريرة طولية 12 إذن هما دايما بيعتمدوا على أي اسلوب اللعب المباشر في تحضير الهجمة إن فيه لعيب ارتكاس هنالكلم عليها برضو دلوقتي في اللعبة إن دايما عندهم لعيب ارتكاس بيسقط ما بين الاتنين المساكين ويعمل إيه التمريرات الطولية عشان كده معدل التمريرات الطولية 12 كذلك البكات تحضير الهجمة اللي يرى الرقم ده ممكن يقول طب ما هما كده اسلوب اللعبة مباشر يعني بيطفشوا لا أو ممكن بيطلع زي ما أنت بتقول هو بيعتمد على الكي بلير أو مفتاح اللعبة فيه كذا حد آه بيبني الهجمة يعني إيه اللي 12 تمرير من أكتر ناس لعيب الارتكاس والاتنين الظاهرين دول تحديدا اللي هما بيبنوا الهجمة نيجي بعد كده للرقم الأهم والأهم وأهم رقم في الأرقام كلها الرقم اللي جيدة معدل العرضيات كل 90 دقيقة كام 15 عرضية منهم 6 صح في المباراة الوحدة يعني 6 صح تقريبا بنسبة 40% فناخد خلينا نقف عند الأرقام دي ونتكلم عليها عملية البلد أب عملية بناء الهجمة بتعتمد على رقم 6 رقم 6 اللي هو عندهم بيلبس رقم 14 اللي هو رقم 6 في الوزيشن رقم 14 عنده لما بيستلم من خلال الأرقام بيقول أنه هو ما بيعتمدش نيجي 10 لا ده بيعتمد على انطلاق الباك يمين أو الباك شمال وبالتالي الكرات الطويلة بتوصل للباك يمين المنطلق أو الباك شمال أن اللعيب الارتكاز بينزل يسقط ما بين ليه لأن الاثنين المساكين كراتهم مش حلوة خالص ودي واحدة من نقاط الضعف الوضحة في فيتا كلوب الاثنين دول ما بيعفوش يحضروا هجمة خالص الاثنين المساكين اللي هو وراء عند فيتا وبالتالي ينزل لهم اللي هو رقم 14 المساسي ما بين الاثنين المساكين ينزل يسقط عشان أبدأ أبني الهجمة بيبني الهجمة إزاي أو لما ينزل يسقط تلاقي الظاهرين إيه بيتيروا مع بعض في نفس الوقت الاثنين طاروا ده بقى بقى تحولوا لتلاتة وراء يعني الطريقة بتتحول هي مثلا 4-1-4-1 بتحول لإيه لتلاتة أربعة تلاتة اه تلاتة أربعة تلاتة السردباكين بيفتحوا الرقم بيفتحوا الرقم 14 هو اللي بيستلم الكرة بينزل ما بينهم والزاهرين بيتيروا عشان ده يقوم معامل طولية للشاباني اللي هو الباكرايت عشان كده الأرقام بتقول إيه إنهم بيعملوا تمريرات طولية كتير وبيعملوا عرضيات كتير طب أنت قلت كمان رقم مميز جدا لهم الكرات العرضية 12 تقريبا 15 في الماتش الواحد رقم كبير 15 كروس في الماتش الواحد طيب من ناحية المين ولا من الشمال في اليمين أكتر ده برضو هنبينه في أرقام اللعيبة شاباني إنه بيعمل عرضيات أكتر يعني ناحية الشمال نحن ناحية المساحات اللي هي وراء أيمن أشرف مثلا أو وراء محمود وحيد يعني هم بيميلوا شوية ناحية اليمين بس برضو باك الشمال خطير يعني الأطراف كويسة وده على فكرة ميزة ونقطة ضعفهم إن الاتنين دول لما بيتيروا ما بيردوش بسرعة إذن الظاهرين عندهم آه سرعة جدا وبيعملوا عرضيات كتير وشايفين 15 عرضية لكن ده اللي احنا هنتكلم عليه في انقاط الضعف إن انت عندك اللي اتنين لازم تضربهم من الظاهرين طيب بس يعني برضو بتكلم معاك بالمنطق شوية ممكن جدا يكون شوية عملية تحفز إنه هو بيلعب هنا في القارة أمام النادي الأهلي وبالتالي ممكن ما بيطيرش لاتنين يعني ممكن يكون يطير واحد والتاني يقف بس هو ممكن يعني لما نتكلم برضو في التشكيل ممكن يبدأ بتلات ارتكاز ده يعني توقعي إنه ممكن يبدأ بتلات ارتكاز بدل اتنين اللي لعبها في آخر ماتشين آه يعني لعب مباراة الماديخ 4-2-3-1 يبدأ بتلات ارتكاز طبعا اللي هو رقم 6 لعيب رقم 6 هيدخل كارتكاز ثالث ده بنسبة يعني بنسبة ممكن 95% يبدأ بارتكاس ثالث عشان برضو يدي حماية وبيلعب النادي الأهلي في الكاهرة تمام وفيه كمان أرقام المعدل المحاولات صحيحة 3.5% بس 12 خلي بالحضر 12 معدل المحاولات رقم كويس بيروحوا 12 محاولة في الماتش الواحد ده دليل انهم عندهم كواه هجومية صحيح الفوز بالالتحامات 51% برضو أرقام يعني كويسة بالنسبة لهم طيب عندك أرقام بالنسبة لنقاط القوة البيتاكلاب خلال دور المجموعة احنا لغاية دلوقتي في دور المجموعة الهم المرشين اللي فاتوا هدف الفرقة وبيد مايامبا اللي هو جاب الهدفين اللي هو المهاجم اللي تم اكتشافه في المباراة الأخيرة اللي هو احتمال كبير قوي يبدأ قدامنا وبيد مايامبا جاب هدفين صناعة الأهداف ريكي تولينج اللي هو الجناح الأيصر عمل أسست وقومة سولو وحرس المرمى عمل أسست عنده أسست عمل السست في الهدف الرابع في مباراة المريخ يتلعبت كده والدفاع سابع يعني الخطأ دفاعي الأكثر معدلات في التمريرات الحاسمة يعقوبه اللي هو أنا بقول لها داك احتمال يبدأ كبير اللي هو رقم 6 اللي هو يدخل كارتكاس 3 ده اللي انت بتقول احتمال كبير جدا يخش فسط الملعب عمل 3 تمريرات حاسمة كليندا الجناح اليمين عمل 2 تولينجي الجناح الأيصر عمل 1.5 طب مين الأكثر معدل محاولات بالتأكيد مايامبا واحد ولليبو اللي هو الجناح اللي دايما بيبقى بديل واحتمال كبير برضو يبدأ قدامنا وده هنتكلم فيها دلوقتي انه هو برضو عامل محاولتين على المرمى بعد كده نيجي مين أكتر واحد بيعمل تمريرات صحيحة بص حدق الدية اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي فعمالية البلدة قبل اللي هو رقم مساسي والاتنين الظاهرين البكات أكتر ناس بتعرف تحضر بالهجمة البكات ومساسي حتى الشان كده هدو لو بصيت في الأرقام هم اللي هم مين اللي هو سيتا اللي هو الباكليفت وشاباني الباكرايت ومساسي اللي هو الايه اللي هو اللي هو الديفندر الديفندر نيجي بعد كده ليه قدامنا على الشاشة اللي هو الأكثر تمريرات طولية برضو نفس الكلام مين الأكثر تمريرات طولية صحيحة مساسي عامل تلاتة ونص وشاباني اللي هو الباكرايت عامل تلاتة ونص الأكثر مراوغات نجحة في الفريق الباكيليمين حريف قوي حريف قوي اللي هو شباني عامل سبع مراوغات نجحة في المطش الواحد طب ده كمان مؤشر مؤشر كمان إحنا لو تتكلم على الباكيليمين إنت بتتكلم على الطرف الشمال الوينج الشمال للنادي الأهلي لازم يكون فيه دور دفاعي اللي هو غالبا جونيور أجاي لازم يكون فيه وجبات دفاعية بالضبط نيجي للأكثر تاكلينج صحيح طبعا عثماني وطارة ده اللي كان بيلعب في اسموح اللي هو المساك عامل ستة تاكلينج صحيح ومساسي دور مهم هو يعتبر أهم العيب في الفرقة اللي هو مساسي عامل أربعة تاكلينج صحيح الأكثر تدخلات دفاعية عثماني وطارة عامل اتناشر وفيفيان أكواس اللي هو الاتنين المساكين يعني عاملين اتناشر واحداشر طيب من الأرقام دي لغاية دلوقتي برضو نقف شوية ونبدأ من لغة الأرقام نحلل بعض اللقات على مستوى زي منتكلمنا على مستوى البلدنج أب انك بتعتمد بشكل كبير جدا على التمرير الطولي دفندر والبكين ده يتطلب من نادي الأهلي يعمل ايه ده يتطلب ان انت لازم لازم تضغط على اللعيب رقم 14 اللي هو مساسي لازم اللي هو رقم 14 اللي هو اللي بينزل يسقط ما بيني يعني انا المهاجم عندي اه هتديله تعليمات ان هو يضغط على الاتنين السردبكين ليه لان الاتنين كورتهم مش حلوة فواحد لو ضغط عليهم هيبقى كويس ليه هو كده اه هيلعب على طول وده برضو هنجيبه بالحالات هتلاقي بيتطفشها بيضغط عليه ضغط لكن المهم اللي يتمسك رقم 14 اللي هو بينزل يسقط ما بين الاتنين ايه المساكين ده المهم جدا ده دور محمد مجدي افشل هو دور صنع الألعاب في الفريق من وجهة نظري لازم مع عمر السلية لو فلت منه لازم عمر السلية يغطي وراه ليه لازم اللعيب رقم 8 واللعيب رقم 10 عندنا ايا كان من الاسماء لازم يتم الضغط على اللعيب اللي هو مساسي هو يعتبر الكيب بلاير او بداية الهجمة بداية الهجمة من عنده فانت لو عايز ان هو يخرج برا اطاره او يغير سيستم لعبه هتقفل الحتة دي 70% من قوة فيتا كلوب المساسي اللي هو رقم 14 اللي بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين فانت لو عملت ضغط عليه منعت ابناء الهجمة عنده الجزء التاني والمهم جدا انك بتتكلم على ظاهرين عندهم امكانيات بدنية كويسة وامكانيات فنية كويسة وخاصة الباكليمين عندهم عدد كتير من المراوغات من المراوغات ومن التمريرات وبالتالي بيكون كمان دلوقتي دور جونيور اجاية مهم جدا في المبارد يعني دور الجناح الايصر او اي الجناح الايصر في النادي الاهلي هيبقى دوره مهم جدا في الضغط يعني انا شايف ان الجناح الايصر هيضغط على الباكرايت الجناح الايمن هيضغط على الباكليفت عندهم وتسيب الاتنين المساكين حتى لو حضروا هم كوريتهم ضعيفة يعني حتى ايا كان المهاجم اللي عندنا هيلعب سواء محمد شريف سواء أولتر بواليا لو ضغط عليهم هيعمل لهم مشاكل يعني واحد بس ليه لان الاتنين هيطفشها لكن لازم رقم 14 تتم مراكبته لو بينزل يسقط والاتنين الظاهرين لازم يكون فيهم عليهم ضغط يبقى انت ضغط بتلات لعيبة بشكل صريح يعني تلات لعيبة وفي نفس الوقت سايب الكورة مع الاتنين المساكين مثلا هتحدل حداك مثال كان مثلا مباراة الزمالك والرجاء في نص النهائي كان باتشيكو عمل ايه على بدر بنون خلى مصطفى محمد يروح لبدر بنون يضغط عليه عشان هو اللي كورته حلوة وسابل ايه وسابل مساك اللي جنبه هو اللي يبني ليه خلاص كورته مش حلوة كذلك برضو ده ده الفكر يعني ان انت مثلا لما تروح تضغط على اللي تشوف مين اللي كورته حلوة عندهم او الاساس الارقام بتقوله ان هو اكتر واحد بيعمل تمريرات اكتر واحد دور مهم في عملية البلداب فلازم تضغط عليه مع مع الادوار الجانية يعني الادوار المهمة كمان بعد عملية الضغط العملية الكافرينج لازم تكون كويسة قوي حتى في وقت من الاوقات لو على سبيل المثال يبقى مثلا الوينجرايد بتاعنا مراحش للباكل الشمال فممكن يكون في زيادة عددية وده دور كمان الاثنين الارتكاز لازم واحد يميل ناحية اللي ناحية كورة والتاني يغطي عمك الملحة كلها ادوار متشابهة طيب على مستوى على خط النص على مستوى الاثنين لو لعب باثنين ديفندر على مستوى الاثنين ديفندر قلتلي كروتهم مش كويسة ما فيش بس غير الراجل اللي بيستلم اللي هو بيبني الهجمة لكن على مستوى على المستوى الدفاعي قليني كلمة على مستوى الدفاعي عندهم شراسة في الاداء عندهم قوة عندهم قوة طبعا في وانجو اللي هو اللي بيلعب جنبه واللعيب رقم ستة برضو التلاتة سعيد يعقوبه والتلاتة عندهم قوة فانا انا شايف بردن احنا لازم يبع عندنا قوة في وسط الملعب لازم يبع عندك قوة كبيرة جدا لازم يبع عندك ضغط لازم تبدأ انت بتلعب كنادي اهلي على ملعبك لازم يكون في ضغط عالي طب خلينا نتكلم اللوجك كده دكتور من خلال الغاية دلوقتي يعني عشان نتابع مع السادة المشاهدين من اللي قلته ان وارد جدا يلعب بتلاتة في نص الملعب وارد جدا انه هو يعتمد بشكل كبير هو عارف ان نادي الاهلي اكيد هينزل ليهاجم يعتمد على كونتر اتاك وخاصة انت بطول عندهم سرعات فده يتطلب ايه من نادي الاهلي احنا عايزين ان شاء الله يكون في ضغط عالي وعايزين يكون ان شاء الله الشوت الاولاني على الاهلي نجيب هدف لكن كمان السلاح المضاد الكونتر اتاك ده شايفه ازاي ونوقفه ازاي ده مهم جدا ده سؤال مهم جدا انه ازاي هتوقف سلاح الهجمة المرتدة والسرعات الموجودة لازم يكون في واحد بيعمل عملية السكرينينج من وراء عملية المعاينة للفرق ان انا اللعيب اللي ارتكاز الدفاع ويكون قوي بدنيا زي واحد زي الو ديانج دوره اعتقد انه او حمد فاتحي دور عملية السكرينينج بس الو ديانج قوي بدنيا مع لعيبة فيتا كلوب هيعملك عملية السكرينينج والمعاينة ويغطي الاطراف ازاي انت عندك ايمن اشرف او محمود وحيد لو تقدم ومحمد هاني لو تقدم من الجبل يمين أعتقد أنه لازم واحد يعمل عملية المعينة والسكيرينج من وراء مهم جدا أنه لازم يغطي الأطراف خاصة أنت بتقول عندهم سرعات على الأطراف هم خطرتهم في الأطراف على الأجناب فأنت لما هم هيفكروا يضربوك هيدربوكم الأطراف وبالتالي لازم يكون عندك لعيب مهم بيعمل عملية السكيرينج والتغطية من خلال الأطراف من خلال أليو ديونج تحديدا دوره هيبقى مهم جدا طيب ده على مستوى الكونتر أتاك برضو طبيعي في طريق 4-2-3-1 بيبقى المميزات اللجومية مكتفة على السلاسي اللي تحت رأس الحربة رأيك فيهم إيه قبل ما نيجي طبعا لدور رأس الحربة التلاتة اللي تحت رأس الحربة يعني هم عندهم سرعات عندهم ليبولو اللي هو رقم 20 ده أنا برشح أنه ممكن يبدأ احتمال كبير يعني هو مثلا التشكيل بتاعه كان بيبدأ بملوكه أعتقد أن ملوكه ممكن ما يبدأش لو رقم 21 ويبدأ بليبولو ليه؟ عشان ده أسرع وهو دايما في المتشاط طب يريد برضو على السادة المشاهدين التابع معنا لو يحضروا لنا التشكيل آه سورة التشكيل برضو عشان وانت بتتكلم الناس تتابع من خلال السورة نبص عليه ها طبعا أكيد التشكيل المتوقع لو استعرضناه لفيتا فيتا طبعا ده التشكيل اللي كان في آخر المباراة وحنقول برضو الاحتمالات اللي ممكن مين يخش أو ممكن مين ده قدامنا التشكيل على الشاشة لو نجيبه هنا حتى آه ممكن على الشاشة الكبيرة آه ومساسي اثنين الارتكاز زمنجا ده اللي هو صنع الالعاب اللي هو suspic entertaining كمان عشان الارقام اوضح يعني اه بالارقام طبعا زمنجا اللي هو رقم 24 المعد با diffé قدام ابديج مايامبا هادي التشكيلة معمولة كده اللي هي اربعة اثنين تلاتة اربعة اثنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد بس في الاتجاه ده. اه بالاتجاه ده. يعني هي جاية كده. بتشكيلها جاية كده اهي. يبقى في حراسة المرمى سيمون ومسولة. شباني والباك ليفت طبعا. اه شباني اللي هو الباك رايت ولزولو اللي هو الباك ليفت. الاتنين المساكين السردباكين اكواسي وعثماني وطارق. الاتنين دول عندهم مشكلة واضحة في عملية بناء الهاجمة. كورتهم وحشة جدا. كابتنان بصراحة الاتنين دول لو بتضغط عليه مهم جدا انت تضغط عليه. الاتنين اللي هم المساكين. سهل جدا. دور المهاجم عندنا واحد بس. يعني هو يبقى مهاجم واحد بس. اي ان كان الرأس الحربة يضغط على خمستاشر يعلى ستة وشهر. اه هو بس مجرد ان هو يقرب له هتلاقي ان هو ايه بيطفش الايه الكورة. تمام? طيب احنا عايزين نعرف الرقم اربعتاشر. اربعتاشر اللي هو مساسي. ايه بالزبط. هو اللي بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين عشان ايه? يحضر الايه? الهاجمة. وامبامبو اللي هو الارتكاز التاني اللي جنبه. اللي هو القوي بدنيا. وممكن يخش معهم سيدو يعقوبو اللي هو رقم ستة. مكان مين? مكان زومانجا رقم اربعة وشهر. هيخرج واحد من التلاتة اللي تحت صنع الالعاب. زومانجا. هو مش هيخرج الاطراف. هيخرج زومانجا اللي هو صنع الالعاب. ويزود واحد في النص. ويزود واحد في النص اللي هو سيدو يعقوبو. هيدخل كرقم ستة. هيدخل رقم ستة كارتكاز تالت. هتبقى اربعة تلاتة تلاتة. وطبعا الاطراف عندك تولينجي نحية الشمال وملوكه. ملوكه احتمال برضو ما يبدأش. احتمال اللي يبدأ مكانه اللي بولو. اللي هو رقم عشرين. طب على مستوى على مستوى خلينا نتكلم برضو مهم جدا نعرف مستوى يعني خلاص لو رقم اربعة وعشرين زمانجا ده مش موجود. زمانجا بدأش. هيفش مكانه سيده يعقوبه. حيبقى في نص الملع. رقم ستة. صفات ملوكه واحد وعشرين. ملوكه وطولينجا. ملوكه صغير في السن. مش سريعة بس اللي بولو اللي هو رقم عشرين اسرع منه واخطر. ومسجل هدفين في الدور التمهيدي. فغالبا هيبدأ لبولو اللي هو رقم عشرين مكان ملوكه رقم واحد وعشرين. وطولينجا ده اساسي بتاعه بيعمل تمريرات حسمة كتير جدا ولعيب برضو في الجابهة اليسرى اللي هو الجناح اليمين. وقدام طبعا المواجم الخطير قبيد ماينبا. طب وعد فيهم صاحب قدم يسرى يعني اللعيب أشول. لا اللي كلهم كله أيمن وكله من اللعيبة اللي هي عندها سرعات. الاحتمالات يعني التشكيلة دي اللي هو بدأ بها آخر مباراة احتمال يتغير فيها اتنين زي ما قلنا. التغيرين بالزبط. طيب أنا بس أعلك السؤال ده ليه لأن لو ما فهمش حد بيلعب برجلي الشمال فأعتقد أعتقد لنحية محمد هاني أكيد حيخش على جوة. حيخش للعمق. حيخش للعمق. ونحية لو قلنا مثلا أيمن أشرف أو محمود وحيد. حيكمل على الخط لأنه على عدلته. على عدلته صح. يبقى على عدلته. بس هنا عند محمد هاني ده هيخش للعمق. والباكليفت بيتير. ومساسي ده اللي احنا اتكلمنا عليه أهم واحد. اللي هو بينزل يسقط يستلم ما بيني. لا رقم 14. رقم 14. لو جبنا الأول حالة معنا في الحالات الفنية هتبص ازاي مساسي اللي هو رقم 14 ده اللي لازم تضغط عليه. بص حدق قدامنا أول حالة. مساسي اللي هو رقم 14 بينزل يسقط للخلف. بص على الصورة بص حدق هتلاقي مساسي ها هو رقم 14 نازل ايه؟ عايز ينزل والاتنين المساكين كورتهم وحشة جدا ده مجرد ان انت بس تنزل عليهم مهاجم هتلاقي ان هو بيطفش أصلا بيغلط. ليه؟ لان مساسي ها بيدوروا كلهم على مساسي فانت لازم محمد مجدي أفشا عمر السلية حد من اللي اما صنع الالعاب. اما الارتكاز لازم اضغط عليه. لازم امنع بناء الهجمة ده نقطة مهم جدا والسادة مشاهدين كمان يبصوا على الباك اليمين لحظة مسير دي باك معاك كورة. بص الباك اليمين فين؟ ده تقريبا بيعدي خط النص اما دي الصورة اللي بعدها بقى اللي احنا لما نجيبها هننواحز. بص حدق اهو. بالظبط. نزل مساسي استلم اللي عليه الضبط اللي عليه الاضاقة. بص الباك اليمين اللي هناك فين؟ طاير. من خير ما حد يقول له ولا اي حاجة. هو متضرب ومتمره. ده هو والسر دي باك معاك كورة قريدي. قريدي اتحرك. اتحرك وعد خط. فدي صورة واضحة لعملية البلد اوب. ازاي توقف عملية بناء الهجمة عند فريفيتا كلوب. ان مساسي رقم اربعتاشر اخطر واحد في الفرقة واهم العيب في الفرقة. يتضغط عليه. يتضغط عليه. ليه؟ لان الباكات هي بتطير. فانت بالتالي هتلاقي ان الزهرين طايرين. مفيش حد فيهم واقف. كله مهمة جدا يا دكتور انت لو نجحت في عملية الضغط وخدت الكورة. انت كده كده الباك اليمين بيكون طاير. فهيتخلق لك مساحة ناحية اليمين. وكمان ناحية الشمال على حسب انت بتضغط فين وخدت الكورة فين. وبالتالي لو ضغطت نص الملعب وخدت الكورة يكون عندك الريدي مساحات كبيرة جدا. الطريقة تحولت لكام بقى? لتلاتة اربعة تلاتة. بقى التلاتة وراء بوجود مساسي معاهم كاليبرو. يعتبر كاليبرو متقدم. والاطراف طارد. بقى التلاتة اربعة تلاتة. والتلاتة اللي هم الجناحين والمهاجم. في اللحظة دي الاطراف بتخش الجوة شوي عشان توسح مساحات للإيه؟ للفول باك. فدي مهمة جدا ان انت ازاي. ده هم حاجة عندهم في فيتا. عشان توقع رقم واحد. عشان نوقع فيتا كلوب لازم الضغط على مساسي. سواء بقى محمد انا بقول لحدك دايما ان اللي لازم يبقى واحد من وسط الملعب. ليه? لان المهاجم احنا عايزين مهاجم واحد بس. يضغط على الاتنين المساكين. انت مجرد ان انت تغطي عليهم غلطتهم. وسبت مساسي لعمر السلية او مثلا محمد مجدي اي صنع الالعاب او لعيب الارتكاز اللي هو رقم تمانية هيدغط عليه. ليه? لازم يتعامل عليه من تمان. لانت كده خلاص فقط يعني خليت فيتا كلوب بيفك التسعين في المئة من قوته. صحيح. لانت خلاص منعتهم ان هم ما يمنعوا الهجمة الباكات بتطير على الفاضي بقى فيه مساحات من وراه. بزبط. بالزبط. الصورة اللي بعدها نفس بص حداك الكرة وصلت لفين والباك طر لفين? اهو. اه ده خلاص كانوا بيلعب خلاص كانوا بيلعب باجناح يمين بالزبط. اه بالزبط. الظاهير الايمن شباني يستلم التمرير الطول من الخلق وصل لفين? وادي ايه? طبعا بيبقى فيه بقى زيادة عددية وزي ما حداك قلت الجناح الايمن دخل للعمق والزهير والزهير طار. وادي المهاجم وبيد ماينبا بيفكر يخش جوه المنطقة. الصورة اللي بعدها ده بقى ده احنا كده اتكلمنا على ايه? على البلد ايه. على البلد ايه. هنخش بقى للضغط. اسلوب الضغط. فيه تلات انواع من الضغط. فيه فرقة بتضغط ضغط عالي فيه فرقة بتضغط ضغط في وسط الملعب. فيه فرقة بتعمل دفاع منطقة وبتضغط ضغط منخفض. ده هم بيعملوا ايه? بيعملوا ضغط في وسط الملعب. بيسيبوك ان انت ده ميزة على فكرة حيقدموا انه هم بيسيبوك ان انت تحضر في وسط الاتنين المساكين يلعبوا كورة. بيضغطوا دايما فين? اول اما كورة تروح عند عمر السلية او عند حمدي فاتحي او عند اليو ديو. اول ما تخشوا نص الملعب هتلاقيهم بيضغطوا عليك. والصورة دي برضو يعني بتوضح كلامك يا دكتور ان حتى اللي معاك كورة ده سردباك بس هو بيلعب كورة طويلة عشوائية يعني. اه. وفي سردباك جنبه وفي بكتاير فهو الراس الحربة اللي هو اول للسبوت. اه. ده سايب مساحة للسردباك انه يبني يعني. وكمان ايه? النتيجة واحد سفر. هم خسرانين واحد سفر من المريخ في اول المباراة. يعني ده بيأكد. بيأكد ان هم. بيأكد ان هم ده اسلوبهم. يعني مفروض ان انا خسران واحد سفر ده انا هدغط ضغط عالي. وهحاول اتعادل. بالزبط. وخاصة اعتقاد الشخص ان هم كمان مش هعملوا ضغط عالي قدام النادي الآلي يعني. اه. ده اسلوب حتى برضو في ملعبه ما يبقوا كده. اسلوب الضغط بيضغطوا اول المكورة توصل في ايه? في وسط الملعب. الصورة اللي بعدها برضو بتأكد نفس الكلام. هم بدأوا يضغطوا من امتى? او لما الكورة راحت للباكليفت بتاع المريخ السوداني اهو. في وسط اللي ايه? في وسط الملعب. او يعني سايبين دايما هدي ميزة. ان بدري بنون وياسر ابراهيم او ايمن اشرف هيعرفوا يحضروا الهجمة بشكل كويس. ازا دي برضو بتدينا ميزة ان احنا ممكن نقدر نعتمد على التمريرات الطولية في المدافعين. او التمرير الطولي فين? في ظهر الظاهرين. ايه. لان هما عندهم الظاهرين. بيبقوا متقدمين. فانت ممكن تعمل جملة. الجملة ان انت مسلا تعمل تمريرات طولية الظاهرين. ليه? الاجناحة بتاعتنا. طيب. لكن هنا الصورة بيتبين والوسبوت واضح جدا ان فيه ضغط عالي وضغط قوي في نص الملعب. وسط الملعب. ده بيتطلب من لعبة النادي الاهلي. بعد ما انطلع الكرة في نص الملعب. نه. يكون فيه اه تحضير انك. شكل كويس. اه لانك تتوقع انه هتضغط يتضغط عليك وبالتاني اللمسة الواحدة واللمستين والمين جدا. وده دور مين كمان صنع الالعاب بتاعنا. اه طبعا. ان انت في ضغط في وسط الملعب على عمر السلية وعلى حمدي فاتحي او قاليو ديونج اللي اي اتنين فيهم. لازم مسلا محمد مجدي افش صنع الالعاب لازم يكون بينزل. يساعد في مساحة فاضية معهم ليه? عشان هيبقى فيه ضغط في وسط الملعب عندهم. طيب. ده برضو في الدقيقة كان ستة وواحد وخمسين ثانية يعني. وكانت النتيجة سفر سفر. لسا سفر. يعني حالة تانية. طيب. الصورة اللي بعديها? اللي بعدها ده طبعا بيبين دي المشاكل الدفاعية اللي عندهم. زي ما قلنا ان هم الظاهرين بيتيروا. ولكن الظاهرين وارا عندهم ايه? مساحات كبيرة جدا. بالذات اللي هو اللي هو لزولو سيتا. بصوا حدق جون المرخ السوداني الاول في الدقيقة سبعة. جي رفع اللعيب. بصوا كانت هاجمة برضو. وتقطعت. الصورة اللي بعدها. الصورة اللي قبلها كان بيحضر من الهلاع الله طويلة. يعني ده اللي بيغطي ده المساكل. الباكليفت مش موجود. ده لعبد في ضهره وراحت في المساحة اللي وورى البيكليفت. اه يعني اللي داخل ده كمان سRS دي باك ما كان ش تفليع كسيد. اهم نقطة ضعف في تاكلوب المساحة الموجودة وورى الباكليفت. اكتر من البيكرايت. تمام. المساحة الموجودة وورى الباكليفت اللي هي هيتحرك فيها زي وليكن حسيني الشحات او طهر محمد طاهر او اجاي اي حد وكزلك الباك عشان كده دور محمد هاني بشوفه مهم جدا في المباراة دي. وده موقف طبيعي ان موقف دفاعي غلط انت بتلعب في التمنتاشر بتاعك الشكل تلاتة على تلاتة يعني او كمان اتنين على اتنين في موقف والمساحات بعيدة جدا. الصغرة الموجودة وورا الباكليزي محمد هاني يتقدم لاخر الخط. يحاول لو لو تقدم لاخر الخط اخر الخط ده المنطقة هنا. لو عمل منها عرضيات كتير فيتا كلوب هتعاني. ان شاء الله السرعة اللي بعد كده? برضو دي حالة تانية. نفس البص حداك المساحة اللي في السرعة اللي فوق والسرعة اللي تحت. اللي فوق ده بص الباكليفت لسه مرجعش. المريخ السوداني او اللي قابل المريخ السوداني اخدوا كورة وطار والباكليفت مرجعش اساسا. فازم برضو بص المساحة دي. دي تأكيد على ان في مساحات ورى 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 الظاهرين وابت gonna اكتر حاجة عندهم الباكليفت. يعني الباكليفت عنده مساحات الظاهير الايصر. مساحات اكتر من الزهير الايمن. تمام. السرعة اللي بعدها بقى الزهير الايمن. المساحة الموجودة ورى الزهير الايمن. بص هيه المساحة برضو تلاعبت الكرة هيا في السورة اللي فوق. اتلاعبت السورة الاولانية. تلاعبت في ضهره. بعد كده رحله اللي هو عثماني وطارة اللي هو كان بلعب في اسموح المساكي لنحية اليمين ده السردباك رحله السردباك رحله اتلام اترقص رقصه في الواحد على واحد ورح لعيبها عثماني اللي اتنين المساكين اصلا ضعف في الواحد على واحد وضعف في كرتهم على الارض لكن هم ممكن يكونوا اقوية بدنيا وعندهم بطء شديد قوي يعني هو لما تبقى اربع مطشاط ما بتخرجش بولا مبارش باك نظيفة الاتنين المساكين عندهم بطء وعندهم مشكلة كبيرة جدا يعني انت محتاج مهاجم سريع ومهاجم يكون هجام يضبط عليهم ومحتاجين الاطراف بتاعتنا تشتغل بشكل كويس الصورة اللي بعد كده الصورة اللي بعدها ده الهدف اللي هو التاني ليهم ده رقم 24 اللي انا بيقول له حدك احتمال ما يبدأش ليه لانه هو صنع علعب بيبدأ دايما في المبارات اللي عم علعب ومميز او بالتزديدات شاط واحدة وقعت جون صدها ومين بقى اللي متابع ما يامبا ما يامبا ده راس الحرب اه الصورة دي انا جايبينها تحديدا عشان نباين خطورة ما يامبا عندهم المهاجم ده مهاجم كويس قوي اللي هو ما يامبا اللي هو بيتابع في الاحتياط بتاعه اسمه فيستون مايلي فيستون مايلي برضو مهاجم كويس مش مهاجم كويس وعنده خبرات وهو مميز بالصناع اكتر لكن ده هداف وهجام اكتر اه يعني عامل عامل ده الكرة دي تشاطت عمل فلو عمل فلو اه اتوقع ان هي الكرة هتوقع اول اما الكرة تشاطت رح رايح ده دليل انه هو عنده قدرة على المتابعة بلازم طبعا مرأبة جديدة لازم مرأبة جديدة عليه تحديدا من ياسر من ياسر ابراهيم او من بدر بنون او من ايمن اشرف صورة اللي بعدها ده بص حداك بقى اللي هي المشكلة اللي قلت حداك عليها احنا محتاجين مهاجم واحد بس يضغط على الاتنين المساكين بص دي كورة مجرد بس ان المهاجم افكر يقرب منه ايلي شت منه مجرد بس ان المهاجم افكر يقرب التحضير الهاجم نفس الكلام من اللي نازل برضو رقم 14 برضو يعني هو ممكن واحد من التلاتة اللي بيحاول ينزل هو زي ما انت بتقول بالزبط تاني بنقول لما كورة مع السردباك ملاحظين ان كمان الباك يمين الباك يمين اه بدأ يطير والباك ليفت بدأ يطير واحد من الاتنين المساكين بينزل بينزل علشان يصع اربعة واحد اربعة واحد بتتحول يعني هي طريقة لعبهم قدامنا حتوب اربعة واحد ا tilde تلاتة 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 بتتحول تلاتة اربعة تلاتة وكورة معهم بعدما يلعب اللهم بعدما ينزل رقم 14 ما بين الاتنين المساكين هتلاقي الباكات طايرة في الصورة دي الضغط مهم جدا على السردباكين هيغلطهم كوريتهم مش حلوة جدا واحد بس مهاجم واحد بس لو ضغط عليهم رقم 14 لازم يتمسك اللي هو اللي هو الارتكاز اللي هو مساسي لازم يبقى معاه واحد عشان امنع عملية البلد اوب وبالتالي حيبقى كل كله كل هجماتي فين عندهم لو انا عملت ضغط عالي ومنعت ان هم يبنوا الهجمة هتلاقي كل الماتش عند فيتا كلوب وكمان مهم جدا برضو في النقطة دي قبل ما نروح للصورة اللي جاية ان حتى لو لعب الكرة الطويلة يبقى الكرة التانية بتاعتنا وده مهم جدا عملية ان الكرة التانية ترد اللي نص نص ملعب بتاعنا ودور مهم جدا برضو ليه اللعيب اللي حيعمل سكرينينج وكافر من وراء عشان يغطي المساحات اللي هتوبة موجودة في الأطراف الصحيح الصورة اللي بعدها دي دي خريطة دي يمكن ده تمريرات الباك رايت الباك اليمين ازاي ده برضو شاباني بيعمل تمريرات طولية كتير جدا وصحبك قد ايه واحد اتنين تلاتة عمل تمريرات كتير جدا طب عشان نسفة من الاخضر والاحمر الاخضر هو التمريرات الصحيحة والاخضر هي التمريرات الخاطئة الصورة اللي بعدها ده برضو ده دي تحركات اللي ايه الباك ليفت بص تمريرات الباك ليفت واحد من اكتر اللعيبة اللي بتعمل تمريرات كتير جدا اللي هو الباك الليفت كرتوحيل وبيوصل وعنده كافرينج على مساحة كبيرة جدا من الملعب الصورة اللي بعدها ده الباك اليمين دي برضو تمريراته عندهم الاطراف مميزة جدا على المستوى الهجومي بصوا عامل تمريرات فين الباك اليمين كل التمريرات بوسط الملعب الهجومي الصورة اللي بعدها ده برضو التمريرات الطلقية نكمل ده برضو العرضيات أماكن العرضيات عنده آه يعني وصل برضو أرجع الصورة اللي قبلها ثانية واحدة ده أماكن العرضيات بتاعته بتاع الباك رايت بتاع الباك رايت اللي أخمر اللي هو ما وصلتش صح والأقدر اللي وصلت بشكل سليم بص العرضيات قد إيه نفس الكلام إن هي كورن اللي عايب هنا بينزل يسقط اللي هو رقم 14 وبيلعب فين بيلعب على المساحة على الجنب في المساحة اللي موجودة في ظهر الباك ليفت بتاعنا الصورة اللي بعدها أو ده العرضيات بتاعت الباك ليفت هو برضو باك مميز بس مش عامل عرضيات زي الباك اليمين بس بيوصل بس بيوصل نفس الفكرة برضو دي بقى ديت أماكن التمريرات الطلقية بتاعت مساسي اللي هو رقم 14 اللي هو بينزل يسقط بص عامل التمريرات الطلقية منين ما بين دايما في المساحة ايه في وسط الملعب بينزل هو يسقط بس ماي الأوى موجهة فين ماي الأوى نحية الليمين أكتر من الشمال يعني هو أشوال هو أشوال هو أشوال فبينزل الناحية دي فبيلعب بكرته بالشمال لمين للباك رايت أكتر تمام هو بينزل دايما يعني بيلعب بقدمه اليسرى يعني تمام فبينزل على وسط الملعب ويعمل ايه التمرير الطولي فين للباك رايت بص الأسهم اتجاهها فين اهو هتلاقيها راحة للطار في نحية الايه الباك رايت هنا عشان يعمل العرضية تمام الصورة اللي بعدها دي جات قبل كده دي جات قبل كده الصورة اللي بعدها برضو فيه صورة اللي هي ملعبين ملعبين دي برضو فيها أماكن التمريرات بتاعت مساسي نكمل فيه صورة اه فيه صورة لو استعرضناها برضو فيه صورة معنا اللي هي ملعبين كده وفيها أماكن تمريرات دي برضو أماكن تمريرات مساسي اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو اللعيب رقم 14 اللي هو ازاي أهم العيب في الفرقة وإزاي تضغط عليه معنا برضو الأرقام بتاعت آه برضو اللغة الأرقام بتكون كمان يعني بعد ما شفنا الصور اللغة الأرقام كمان بتبين أكتر احنا أهم أربع العيبة في الفرقة أهم أربع العيبة في فرقة فيتا كلوب أوبيد مايامبا اللي هو العيب برقم 14 مساسي اللي احنا قلنا عليه لازم يتضغط عليه رقم اتنين اللي هو المهاجم أوبيد مايامبا اللي هو المهاجم هدف خطير جدا وده اكتشاف ما كانش موجود في شاباني اللي هو الباكليفت الباكرايت وزولو سيتا اللي هو الباكليفت اول اركام معنا اللي هو مايامبا اللي قدامنا على الشاشة مايامبا اللي هو المهاجم لعب مباراتين في دور المجموعات مباراة اساسي ومباراة بديل مسجل هدفين هو هداف الفرقة فرص على المرمى اربعة منهم اتنين صح يعني نسبة نجاح خمسين في المائة الفينش بتاعه كويس جدا وعنده توقع صح زي ما شفنا في الصورة التصويبات ستة منهم اتنين صح اكي التمريرات الصحيحة واحد وعشرين منهم سبعتاشر صح الالتحامات الهواية هو على فكرة هو مش مهاجم بتاع الالتحامات يعني الالتحامات هو كسب خمسة من خمستاشر ودخل في تلاتة وعشرين كسب حداشر هو كورته على الارض احسن اه يعني مش مش يعني مش قوي بدان اه لكن هو كورته حلو على الارض وهداف ده المهاجم اللي هو عكس الفيستون مايلي برضو نفس الكلام ده المهاجم التاني المهاجم التاني انا محطة اكتر منه وبيعتمد على يعني ايه الاسستات يديك اسستات يديك تمريرات حسنة اكتر ده بالنسبة ليه فيستون مايلي اللي هو المهاجم البديل بتاع مايامبا لكن الاقرب اللي هي لعب قدامنا مايامبا اللي بعد كده اميد اميدي مساسي اللي هو اللعيب رقم اربعةشر وده واحد من امتع اللعيبة واللي احنا كلمنا عليه اهم لعيب في فرقة فيتا رقم 14 قدامنا أرقامه على الشاشة لعب مباراتين مسجل هدف طب الهدف ده جابه ازاي من تزديده من بره المنطقة اه يعني بيزيد كمان بيزيد وبيكمل هو مش لعيب رقم 6 اه يعني ما بيوصلش بس بيقف هو لا هو بيكمل عنده عملية ازاي هو هو بوكس تو بوكس اصلا هو لعيب زي عمر السلية بس هو بينزل ما بين الاتنين المساكين وبيكمل كمان ويعتبر اهم لعيب في الفرق اللي هو قدامنا أرقامه على الشاشة عمل كم تمريرة 110 تمريرة في ماتشين منهم 92 تمريرة صح من 110 يعني نسبة دكة 84% عمل كم تزديده على المرمى 3 تزديدات منهم واحدة صح المراوغات بص لعيب مهاري قوي 6 من 6 6 ناجح من 6 محاولات طبعا لعيب مهاري التمريرات البينية عمل 2 منهم واحدة صح قطع التمريرات 8 اذا اهم لعيب في الفرقة اميدي مساسي اللي هو رقم 14 بنأكد للمرة المليون يعني نيجي بعد كده ليه الأطراف الظاهرية اه طبعا نتكلم كمان ان قوات نقط الباكي اليمين والباكي الشمال برضو نعرف أرقامهم شباني هو الأكثر في العرضيات والأكثر اللي هو الباكي اليمين شباني الأكثر في العرضيات والأكثر في المرغات النكحة الباكي اليمين ناحية جبهة الشمال ناحية جبهة الشمال بتاعتنا لعب مبارتين عمل كم عرضية في الماتشين 11 عرضية 11 عرضية في الماتشين رقم كبير عمل كم تمريرة 118 تمريرة رقم كبير برضو 118 في الماتشين منهم 85 صح قطع التمريرات 12 استخلاص الكورة 14 منهم 2 بس في ملعب الخسم ده دليل ايه؟ دليل ان هما بيدغطوش ضغط عالي ان هما بيدغطوش في وسط الملعب اكتر 14 منهم 2 صح دي ارقام الباك رايت وقلنا ان هو مميز بالمروغات ومميز بالعرضيات ودايما التمريرة الطولية بتتلعب له في ظهر الباك الايصر بتاع المنافس عشان يعمل هو الكرة العرضية نيجي بقى للباكليفت اللي هو لزولوسيتا الباكليفت الباكليفت اكتر واحد بيمرر من تحت او اكتر واحد برضو عنده التمريرات عشان كده دايما هتلاقي ان الجابهة الشمال اللي هو مساسي بينزل يسقط والباك الشمال بيبقى موجود فالجابهة الشمال اكتر اه يعني هو كمان بيساعد في عملية بناء الهجم وممكن جدا مساسي دايما يسلم للباك الشمال عشان كورته حلوة وهو كمان بيسلم له اللي اتنين بيسلمه فممكن برضو ايه عملية ان مثلا انت لو حلناه تضغط بالعيب معين هتخليه روح نحيط اليه الجابهة اليسرى اكتر او ممكن مثلا محمد مكدي افشا مثلا وتخلي الجناح اليمين اللي حيلعب معاه مثلا وليكن الشحات او طهر محمد طهر يضغط معاه بحيث ان انت يبقى انت مانع مساسي ومنع الباك الشمال يبقى انت منع الاتنين مع بعض يبقى انت خلاص قفلته تمام ده قدامنا ارقامه على الشاشة عمل مية اتنين وعشرين تمريرة اكتر لعب في فريف فيتا بعمل تمريرات اللي هو الباك الشمال مية اتنين وعشرين تمريرة عرضياته خمسة مش كتير مقارنة بالحداشر بتوع الباك اليمين تمام اطع التمريرات 14 تمريرة استخلاص الكورة 18 مرة منهم اتنين في ملعب القس ده برضو يعني ارقامه ضغطه مش عالي وهو هو على المستوى الهجومي من الواضح يعني اجماليا للارقام دي دكتور احمد واضح انها فرقة منظمة مش هنتكلم لكن برضو انتاني مش عايزين واتكلم كل امانة ان احنا نضخم الخسم اوي احنا بنتكلم النادي الاهلي طبيعي جدا ان شاء الله باذن الله يكون هو صاحب السيطرة على المباراة ايا كان بيلعبه ازاي احنا بس بنوضح بعض النقاط القوة في القسم وبعض النقاط الاضح لكن طبيعي جدا مش هندخم اه المباراة صعبة على المستوى الضغوط على مستوى النادي الاهلي لا بديل غير الفوز لكن على المستوى التكتيك اعتقد اللي احنا بنقوله ده اكيد واصل للجهاز الفني ودرسوه وعملوا خطتهم وعملوا هم برضو على فكرة قوتهم مش بنفس السنتين ثلاثة اللي فاتوا يعني هو انت لو بصنا على الفرقة وبعد ما حللنا الفرقة هتلاقي ان هم مثلا عندهم اربع لعيبة هم الكويسين قوي يعني مساسي مثلا اهم حاجة عندهم ان مساسي اللي هو اللعيب الارتكاس بينزل يسقط ما بين الاتنين المساكين ويبني الهجمة والقاط والزهرين بيتيروا دي اهم حاجة فمساسي يعتبر اهم لعيب في الفرقة عندهم مهاجم اه نوعا ماهد داف كورته حلوة عندهم الزهرين بيتيروا يمكن دول ابرز اربع في الفرقة الباقي اه لعيبة ممكن نقول سبعة من عشرة او ستة من عشرة لكن دول الأربع هم آه فريق قوي فريق محترم المدرب بتاعهم محفظهم شغل اللعيب إزاي بينزل يسقط والعرضيات بتتلعب ولكن عندهم نقاط ضعف زي ما قلنا أن عندهم الاتنين المساكين كوروتهم وحشة جدا كوروتهم سيئة جدا سهل أن انت تضغط عليهم وسهل أن هم يرتكبوا أخطاء واتكلمنا أن دي نقطة مهمة جدا وحتفر في المباراة أن انت لو عملت عليهم ضغط علي من بدري هتغلطهم وكمان عندهم مشاكل دفاعية في المساحات اللي وارس ظاهرين يعني آه للباكين بيتيروا ولكن المساحات عندهم كبيرة جدا فعندهم مشاكل دفاعية كتيرة جدا بدليل أن هم ولا مباراة في الأربع مباراة اللي لعبوها في دورة أبطال أفريقيا إذن هم آه فريق طبعا محترم وفريق قوي ولكن عندهم نقاط ضعف نقدر أن نحن نستكلها وإحنا إن شاء الله كلنا ثقة في الجاز الفني واللعيبة إن شاء الله يعني إن شاء الله يوم السبت يعني لا بديل عن الفوز وفي اعتقادي الشخصي إن شاء الله أنا متوقع كده بإذن الله نكسب 2-0 البداية المباراة مهمة جدا النقاط دي تأكيد وصلها للعيبة وصلها للجهاز الفني وتبقى الروح وتبقى العزيمة وده مهم جدا جدا بعيد عن الفنيات وبعيد عن الأرقام إصرارك على حسم المباراة من بدري إصرارك على إن شاء الله يعني مواصلة المشوار بنجاح كل دوت بإذن الله يكون موجود يوم السبت يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني الإصرار والعزيمة بتاع تلعيبة النادي الأهلي إن هم إن شاء الله يعني عوضونا بقى عن المباراة اللي فاتت بإذن الله إن شاء الله يعني يكون فيه الضغط العالي من أول دي أو إن انت زي تضغط ده مهم جدا إن انت تحاول إن انت تجيب هدف مبكر أو في أول عشرين دي هيرايح كتير جدا هيعمل عليهم ضغط هتلاقي الهفاوات بدأت تبان أكتر هم كمان اسم النادي الأهلي هكيد خايفين منه بشكل كبير جدا يعني في عملية الضغط مع وجود اتنين مساكين كرتهم مش عالية تقدر إن ان شاء الله يرتكب واخطاء وتقدر إن ان شاء الله تفوز بالمباراة يا رب إن شاء الله بإذن الله نفوز بالمباراة ومشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشكرا جزيلا ودايما متعلق يا دكتور لما بعد ما عندك شكرا جزيلا دكتور أحمد سابت ده كانت نهاية فقرتنا الأولى في البيت الكبير بعد الفاصل معنا نجم النادي الأهل السابق الكابتن أحمد عدي